بعد أقل من يوم من انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفين نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر عددا من المحال التجارية وهي مغلقة المغردون اعتبروا أن إغلاق هذا العدد الكبير من المحلات في أول يوم بعد انتهاء المهلة يعكس الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التستر التجاري مشهدين في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الجهات المختصة وبالعقوبات الرادعة التي تنتظر مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري معنا من أمام المحلات التجارية المغلقة بسبب هروب المتسترين بالرياض عبد المراسل العربي عبد المحسن الحربي أهلا عبد المحسن ما هي مشاهداتك؟ نعم خالد بعد يوم صدم السعوديين كثيرا من المقاطع التي انتشرت في مختلف أنحاء السعودية للمحالة المغلقة بعد أقل من يوم من انتهاء فترة التصحيح للتستر التجاري أغلقت كثير من المحال التجارية أنها تواجد في أحد الشوارع المهمة وكذلك المشهورة جدا في الرياض التجارية حيث تستطيع أن تقول من نظرة أولى بأن كل ما بين عشرة محلات هناك ثلاثة محلات مغلقة نسأل بعض العاملين هنا لماذا أغلقت هذه المحلات بجانب المحلات المفتوحة؟ البعض يعطي بعضهم أعذار يقول هذا جديد هذا مريض حتى الآن لا نعلم ما هو السبب تحديدا هل يريدون أن وتتشاهد الآن على يساري هناك محل مغلق بجانب محلات مفتوحة وهذا هو الحال في هذا السوق لماذا الإغلاق؟ ربما لحالتين إما للتصحيح وإنهاء النشاط بشكل كامل قبل فرض العقوبة وبسبب الجولات الرقابية التي توعدت بها وزارة التجارة والمسؤولين في وزارة التجارة أيضا إما أن يكون محاولة للهروب من هذه الرقابة أو الجولات الرقابية والافتتاح بعد مثلا أسبوعين أو ثلاثة سابيع كما يقولون حتى تبرد السالفة زي ما قلون بالعامية لكن الجهات الحكومية أعلنت بأنها ستقوم بهذه الجولات بشكل كبير لن تتوانى عن إعطاء المخالفات لأي شخص بعد انتهاء هذه المهلة أيضا كان خلال فترة المهلة التصحيحية التي انتدت إلى سنة وانتهت في أغسطس الماضي ولكن تم تمديدها إلى 16 فبراير قبل تقريبا يومين هناك الكثير من الشركات التي صححت وضعها تحدثت مع الناس هنا يتحدثون عن جنسيات مختلفة صححوا أوضاعهم أصبحوا شركاء في هذه المحلات حتى الغير سعودي أصبح شريك بشكل رسمي ونظامي وأصبح يمارس نشاطه بشكل علني بدل ما أنه كان يمارسه في الظل لكن هذا لا يمنع بأنه بحسب مشاهداتي هناك الكثير من المحال لا تزال تعمل بهذا التستر التجاري الجهات الحكومية قالت بأن هناك طرق جديدة للكشف عن التستر التجاري منها أتمتت المعلومات من خلال إدخال معلومات المؤسسات والشركات إلى أجهزة للذكاء الاصطناعي أو أي من هذه البرامج يتم منكشف من خلالها عن التضخم في حسابات الوافدين أو غيرها أيضا نقطة أخيرة خالد كان هناك أيضا ملاحظة كبيرة داخل الأحياء هناك إغلاق لعدد كبير من التموينات من الحلاقين بشكل مفاجئ يوم الأمس استفاجأ كثيرا سكان الأحياء داخل الرياض أو حتى في عدد من مناطق المملكة بعد انتهاء المهلة التصحية للتستر التجاري خالد شكرا لك على كل هذه المعلومات عبد النحسر الحربي مراسل العربية من الرياض